لم تهدأ بعد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في باريسا ومدن أخرى في فرنسا إثرى مقتل الشاب نائل على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية واستنفرت الشرطة الفرنسية إلى تعزيز الأمن باستدعاء الآلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب بعد ليلة من العنف والصدامات مع الشرطة منذ ساعات قليلة خرجت المظاهرة البيضاء التي دعت إليها والدة الشاب نائل في نانتير أمام مقر الشرطة هتف المتظاهرون للعدالة لنائل بأنه يجب محاسبة الشرطة كانت أعمال العنف قد استمر طوال ليلة أمس وأضرم المحتجون النيران بحاويات القمامة وقام المتظاهرون بحرق السيارات في ضاحية نانتير غربية باريس المكان الذي قتل فيه الشاب إضافة إلى أحياء أخرى في منطقة أودوسين غربية باريس وفي مدينة ديجون الشرقية وفي مدينة تولوز الجنوبية وأحرقت سيارات عدة وقد تم إلقاء قنابل حارقة على الرجال الشرطة والإدفاء بينما تصاعد دخان الأسود الكثيف في السبع بعد ليلة الثانية الاحتجاجات أطل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم وقال إن أعمال العنف التي اندلعت في إنحاء البلاد غير مبررة اتسمت الساعات القليلة الماضية بمشاهد عنف ضد مراكز الشرطة ولكن أيضا ضد المدارس ومباني البلدية أي ضد المؤسسات والجمهورية هذه الهجمات ليست مبررة على الإطلاق بالنسبة لي يجب أن تكون الساعات القليلة القادمة وقتا للهدوء والاحترام قبل كل شيء وبالطبع حماية واحترام كل الأماكن والمؤسسات أما وزير الداخلية الفرنسي جرال درمنان قال إنه تم توقيف 150 شخصا شاركوا في أعمال العنف وأضاف في تدوين تم إحراق ومهاجمة بلديات ومدارس ومراكز الشرطة هذا عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء عاد الجدل مشاهدين إلى فرنسا حول القانون الذي صدر في فبراير 2017 والذي عدل بمجبه الظروف التي يحق لضباط الشرطة إطلاق النار فيها وفق المادة الجديدة بات يحق للعناصر الشرطة إطلاق النار على من يرفض الامتثال لأمر الحاجز وفي حال لم يتمكن من إيقاف السيارة إضافة لاحتمال تسبب السائق خلال هروبه بخطر على حياتهم وسلامة الآخرين يقول المحققون أن هذا القانون أدى إلى 13 حالة وفاة في العام 2022 فيما تدافع الحكومة عن القانون الجديد وتعتبر أن رفض الامتثال لأوامر الحاجز تسبب في السنوات الماضية بقتل عدد من الرجال الشرطة أيضا على مواقع التواصل لم تتوقف التعليقات مثلا هنا إسكندر سيناريو انتفاضة الضواحي سنة 2005 بفرنسا يعاد أصعب امتحان لماكرون ما حدث للشاب نائل يؤكد مرة أخرى أن فرنسا أصبحت دولة غير آمنة واستهداف المهاجرين الأجانب وبالأخص المسلمين اللاعب الشهير أشرف حكيمي غرد معزيا عائلة نائل يقول لا يمكننا أن نتسامح مع الواقعة التي حدثت بالأمس مع نائل تعازي لعائلته وأصدقائه أرقد بسلام يا فتى أما سارة تقول على السلطات الفرنسية احترام حق الشاب الفرنسي في التعبير عن غضبه وعدم ارتياحه من سياسات الدولة وعلى قوات الأمن الفرنسية التوقف فورا عن هذا القمع البربري للشباب الفرنسي أما جميلة تميمي طيب صار شي خطأ ومخالف القانون وكل شي ممكن يقال في هذا التصرف حرق المدن هل هذا تعبير حضاري عن رفض لتصرف مخالف للقانون عجزت أفهم الغضب اللي عندهم وكأنهم ينتظرون أي موضوع علشان تبدأ الفوضى والأحداث الغوغائية أكد المدعي العام مشاهدين أنه تم فتح تحقيق قضائي في جريمة القتل العمد ضد الشرطي الذي أطلق الرصاصة التي أدت إلى مقتل نائل وتم وضعه رهن الاحتجاز تعتبر النيابة أن شروطا قانونية لاستخدام السلاح من قبل الشرطي غير مستوفات